السلام عليكم ورحمة الله وصفتنا دي اليوم كيفما كتشوفوا في فيديو وصفة دي القلاس واحد القلاس اللي كيجي منعيش كيجي اللذيب كيجي القوام دياله اللي هو قوام جرامي غلاس غنحط روغي بالفواكه الحمراء والفواكه الحمراء هي هادي وقيتها كيجي سهل مفيش بزاف دي المقادير مفيش بزاف دي التحضيرات يعني ذا مقادير بسيطة بعدين وجدوا قلاس اللي هو اللذيب بالسيف وتقدرونك لا تحطوا حتى للطيوف ديالكم علش الله وكي يتقدم ايضا كدسير وبمقادير بسيطة هنحصلوا على حق القلاس اللي هو راقي في المنظر دياله وفي الماداق دياله ايضا اللي هو ماداق كريمي والذيب بالسيف وعلى بركتي الله اول حاجة نمت بها هي الفواكه الحمراء القطات هنا شوية من الحاجة هنا في المجموعة الفواكه الحمراء ميتين جرام ضفت لها جوج مع الكبار ديال السكر هنا عندي الفخيز اللي قطعتو عندي الفرمبوز وعندي اليميرتي هنخليهم جانبا حتى كتلك القودك المادية لهم واندوزوا باش نحطروا الجلاس هنا عندي هاد الموس ديال شانتية ليشفتو ديال الفاني هنفرغ البودرة ديال الموس شانتية كاملة وغنزيد عليها نصف لتر من الحليب وهنا غدي نقض بحد الباتتور ونبدأ كنتراب غيب شوية غيب سرعة الخفيفة من بعد غني نضيف ياوغت هنا عندي ياوغت اللي هو كريمي بنكهة الفريز وعندي كذلك ياوغت كريمي تابعي وغدي نواصل تراب ديال الخليط وحتى غدي نحصل على واحد القوام اللي غدي تشوفو هكذا عاقة شوية انا هدو القوام اللي خصنا نحصل عليه وهنا كرجعو لديك الفوكه الحمراء اللي درنا لها سكر شوفو كيف تلقت الما ديالها من بعد كان ناخد المول هنا عندي انا مول ديال سيليكون هو اللي غدي نحطر في هاد الجلاس غدي ندور الجوانب دياله بالفريز اللي قطعته الجرائح كيف ما كتشوفو وبالنسبة للناس اللي ما كيتوفروش على هاد المول ديال السيليكون يقدروا يستعملوا اي مول غير هو يغلفوه بسولوفان او بالبابيسول فريزي باش ما كيلسقش ليهم وما كيسعبش عليهم من كيبغيو يديموا ليو الانجلاس هنا كيف ما كتشوفو فرق نصف ديال كيميا ديال الخليط غير النصف ديالها وكنوزها على الجوانب وفي الوسط غدي نوضع ديال الفواكه الحمراء اللي سبق لنا وقدرنا لها سكر حتى تلقت ديال المادية لها وهنا كنوزها في الوسط كيف ما كتشوفو كننقرب شوية الجوانب حاول ان انا من نخرجوش الجوانب وفي الاخير غن نوضع الكيميا التانية او للنصف التاني ديال الكريمة ونحاول ان نوزها على المول كامل ونقضو الوجه دياله وهذه ندخلو المجمد مدة خمسات على ست سوية هنا انا دخلتو مع الجوج وخرجتو مع السبعة هنا كان جمد ونقضو المول ديال السيليكون نقضو المول ديال السيليكون هنا باش كيساعدنا هذا المول ديال السيليكون كيكون سهل هاتش لاش قلت لكم نديرو البابيس سولوفا من يتبغيو او لا سولفا غيزين من يتبغو تديروش اي مول عندكم باش كيساعد لكم كجبتوه بكل سهولة وما كيتهرش هنا انا وضعتوه في الطبق ديال التقديم وكيف كتشوفو الشكل ديالو كيف كيجي كيجي في حل شيكاتو والتزين ديالو غنوضع الفوكي الحمراء هنا عندي الفرامبواز وعندي الميرتين وعندي كدلك الحب الملوك او لا الكراز المجفف وهنا وضعت الكراز المجفف اللي غدي تشوفو وانوضعه في الوساط وفي الجوانب عن حتة ورقات ديال نعناه خضرين باش كنعطوه هديك الانتعاشة لهات الجلاس وهنا هدك السيرو اللي تبقى ليه من ديك الفوكيه اللي كنا خليناها قبلها تلقات هي اللي غدي نزين بها هاد الجلاس حتوه غنوضعه هكتا خطيطات من الفوق وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الجلاس كيف ما شفتوه جلاس غيب الفوكيه الحمراء كي يجي لديد كي يجي منعيش كي يجي القوام دياله كيف ما قلت لكم القوام هو كريمي و سهل في تحضير دياله رغم ما كي تلطفش بسافت الوقت يعني خمسات سويع او لا حتسات سويع كافية انا وكي يجمد الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تخلو ليه لايك وكمنتر مشجع وكذلك بارتاجوا الفيديو مع الاسدقاء ديالكم وفي موقع التواصل دائما باش كي تعمل الفائدة وهنا قطع لكم مرسوم باش كتشوفوا الوسط دياله كيف كي يجي من الداخل فعلا هات غلاس كي يجي لديد بساف كنتمنى انكم تجربوه وكذلك بارتاجوا مع الاسدقاء ديالكم في موقع التواصل دائما باش كي تعمل الفائدة خليتلكم مراحة واتلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة